ظلم النفس إذا أطلق في الكتاب والسنة فإنه يتناول جميع الذنوب على اختلاف درجاتها ومراتبها الظاهرة والباطنة لكنه يرد مقيدا وذلك على ثلاثة أقسام القسم الأول ظلم يتعلق بالله عز وجل وظلم يتعلق بالخلق وظلم يتعلق بالنفس القسم الأول يكون بالشرك وهو أعلاه ويكون أيضا بعدم إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال القسم الثاني ما يتعلق بالخلق وذلك يكون بما ذكر الشيخ رحمه الله بمنع حقوقهم أو التعدي عليهم